اهلا وسهلا بخادراتكم من جديد في حلقة جديدة من حلقات رحلتنا مع الاكسل وفي حلقة النهاردة هنتعرف على مهارة مهمة جدا وبسيطة جدا وهي مهارة تثبيت الخلايا وعنشان نفهم يعني تثبيت خلايا لازم نبدأ بالمثال اللي معانا ده هي مجموعة ارقام عايز احصل على مجموع اول عمود في الخلايا دي فنبدأ نكتب بيساوي اول خلايا زائد ثاني خلية زائد تالت خلايا نضغط انتر هنحصل على مجموع الثلاث خلايا وكنا اتعلمنا ساحب المعادلة فكنا بنتبقي نسحب المعادلة بالشكل ده بالشكل ده حصلنا على مجموع اول عمود ومجموع الثاني عمود وتالت عمود طيب تعالنا راجعة للمعادلة الخلية B3 زائد الخلية B4 زائد الخلية B5 في عامل مشترك بينهم وهو العمود العمود B فB3 B4 B5 طيب احنا لما صحبنا المعادلة لمجموعات الارقام التانية ايه اللي حصل الاعمدة عندي اتغيرت فبدل العمود B بقى العمود C فكان النتك اللي ظهر لنا نتيجة عملية جمع الخلية C3 الخلية C4 الخلية C5 ونفس الكلام على اخر عمود لما صحبنا المعادلة الاعمدة بتاعتنا اتغيرت ففي اول معادلة كان العمود B تاني معادلة كان العمود C في تالت معادلة كان العمود D طيب نفهم من كده ايه احنا لما صحبنا المعادلة افقيا اسماء الاعمدة عندي اتغير فمن العمود B إلى العمود C إلى العمود D طيب تعالى نجرب عملية جمع اخرى اول رقم زائد تاني رقم زائد تالت رقم Enter ونبدأ نسحب المعادلة ايه العامل المشترك فقه المعادلة B3, C3, D3 العامل المشترك هو العمود 3 لما سحبنا رأسيا وتاني معادلة اتحولت الى B4, C4, D4 نفهم من كده ايه نفهم لما سحبنا افقيا الاعمدة عندي اتغيرت اسماء العمدة عندي اتغيرت ولما سحبنا رأسيا ارقام الصفوف عندي اتغيرت هي دي ديناميكية سحب المعادلة على حسب اتجاه سحبه خلايا المعادلة هتتغير طيب تعالي نتعرف على المثال اللي عندنا انا عندي اسماء الموظفين وعندي مرتباتهم وعندنا زيادة في المرتبات 15% وعايز احسب كمية الزيادة لكل موظف فعلشان احسب كمية الزيادة هضرب السلري او المرتب في معدل الزيادة 15% اللي موجودة في خلية F2 نضغط انتر حصلنا على مدين 25 بقى معدل الزيادة عندي لأول موظف طيب نسحب المعادلة نسحبها على باقي الموظفين اه باقي الموظفين عندنا قيمة الزيادة صفر طيب ليه القيمة عندنا طلعت صفر تعال نشوف احنا عندنا اول دلة عملية ضرب بين سي سري و F2 اللي بتحتوي على معدل الزيادة دي اول معادلة صح طيب تاني معادلة احنا سحبنا المعادلة بتاعتنا رأسيا يعني ارقام الصفوف اتغيرت مش احنا في اول مثال عندنا كان اول معادلة عندنا في الصف سري تاني معادلة لما سحبنا افقيا رقم الصف بتاعنا اتغير بقى بي فور وبقى بي فايف نفس الكلام حصل عندنا هنا احنا لما سحبنا رأسيا اتحولت بي تو الى بي سري يعني انتقلت للخلية اللي تحتها ودي هتكون مشكلة ازاي نحلها الاكسل اللي وفر لنا مهارة اسمها تثبيت الخلية يعني ايه يعني انا هقدر اقول للاكسل سبتلي خلية F2 لما اجي اسحب رأسيا الارقام ما تتغيرش عندي بدل F3 لا تبقى F2 طيب نقدر نعمل كده ازاي وقبل ما نعرف ازاي نسبت الخلية في المعادلات لازم نعرف ان عندنا تلات انواع من تثبيت الخلية اول نوع تثبيت الصف تاني نوع تثبيت العمود وتالت نوع تثبيت الصف والعمود طيب في المثال بتاعنا هنا انا عايز اسبت ايه انا عايز اسبت الصف لاني لما بسحب المعادلة رقم الصف بيتغير وبالتالي بدل ما بتكون F2 بتكون F3 F4 والكماع عندنا بتكون بصفر فانا عايز اسبت الصف طيب اقدر اسبت الصف ازاي بكل سولة هضغط F4 ونقدر نسبت الخلية بالتلات انواع اللي احنا ذكرناهم بF4 يعني نضغط F4 اه قبل اسم العمود وضع لي دولار ساين وقبل رقم الصف وضع لي دولار ساين واخد بالك من النقطة مهمة جدا ان تلات انواع التثبيت اللي عندنا بتتم بنفس الطريقة من خلال F4 يعني لو ضغطنا F4 مرة اخرى ترتيب الدولار ساين عندنا اختلف مرة اخرى اختلف مرة اخرى رجع لي الخلية كما كانت من غير اي تثبيت طيب مع اول ضغطة هيضع لي علامة الدولار ساين قبل اسم العمود وقبل رقم الصف وده معناها انه مثبت لي الصف والعمود نضغط F4 وضع لي الدولار ساين قبل رقم الصف وكده معناها انه مثبت لي الصفوف يعني لو سحبنا المعادلة بتاعتنا الصف الرقم اثنين مش هيتغير نضغط F4 مرة اخرى هيظهر لي الدولار ساين قبل اسم العمود وده معناها انه سبت لي العمود طيب نفهم من كلام ده كله ايه ان علامة الدولار هي علامة التثبيت وعندنا ثلاث حالات للتثبيت اول حالة تثبيت الصف والعمود وفي الحالة دي الدولار سين هتكون قبل اسم الصف وقبل رقم العمود وتاني نوع عندنا من التثبيت هو تثبيت الصفوف وفي الحالة دي الدولار سين هتكون قبل رقم الصف واخر نوع عندنا من تثبيت الخلايا هو تثبيت الصفوف وفي الحالة دي الدولار سين هتكون قبل اسم العمود طيب فحالتنا هنا انا عايز اسبت الصف فابلا اضغط على F4 الى ان نصل للحالة بتاعتنا وهي ان الدولار سين تكون قبل رقم الصف نضغط ENTER طب تعالى كده نبدأ نسحب المعادلة اظهرت لنا القيم صحيحة يعني لو راجعنا على تاني معادلة هلاقيها صحيحة مسبت لي F2 مسبت لي الخلية اللي بتحتوي على معدل الزيادة تالت معادلة F2 المعادلة صحيحة وهكذا طيب دي فكرة التثبيت عموما والمثال اللي احنا شرحنا ده لتثبيت الصفوف طيب تعالى ناخد اخر مثال عندنا وهو التثبيت الاعمدة نفس المثال عايز احسب قيمة الزيادة في المرتب لكل موظف عندنا فهبدأ اضغط يساوي قيمة المرتب في 15% اللي موجودة في خلية B6 طيب انا عايز اصحب المعادلة ازاي؟ انا هاسحبها افقيا تعالى نسحبها كده او هتطلع لي القيم صفر ليه؟ علشان انا لما اصحبت المعادلة اعمدة الخلية عندنا اتغيرت فاول معادلة عندنا كانت C3 و B6 وتاني معادلة كانت D3 و C6 ففي حالتنا هنا انا عايز اثبت الخلية اللي بتحتوي على النسبة وهيكون نوع التثبيت عندي هو تثبيت الاعمدة انا عايز لما اسحب المعادلة خلية B6 تكون ثابتة ما تتغيرش C6 و D6 وهكذا طيب تعالى ننفذ الكلام ده هنيجى عند المعادلة عندنا و عند خلية D6 هنبدأ نضغط على F4 ده اقول نوع عندنا ده تثبيت الصفوف والاعمدة نضغط كمان مرة الدولار صين قبل رقم الصف ده كده تثبيت الصفوف نضغط كمان مرة الدولار صين قبل العمود اذا بالطريقة دي هنثبت الاعمدة هنضغط ENTER و نبدأ نسحب المعادلة بتاعتنا هيبقى عندي خلية B6-6 في كل المعادلات بتاعتنا بالشكل ده احنا اتعرفنا على تثبيت الخلية داخل المعادلات وعرفنا ان فيه ثلاث انواع من التثبيت وعرفنا طريقة التثبيت لكل نوع وبس كده دي كانت حلقة النهاردة واشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة